طب قول لي بقى ازاي انت جوازة مش عارف هي اول جوازة ولا الجوازة الوحيدة في حياتك ازاي عملتها في السر ازاي؟ ازاي جوزت في السر وخلفت في السر عملية تقيلة اوه عملية يعني اه؟ عملتها ازاي؟ شوف يعني انا حبيت اللي انا جوزتها اللي هي الاجنبية كانت انجليزية ووالدها كان بيدرس في اسكندرية ما كانش سهل بالنسبالي ان انا روح اقول لابويا انا عايز اتجوز خواجاية ام ليه؟ كان دايما هو يتكلم على هعمل لك فرح بقى فنش عارف ايه 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 وحيعمل ايه 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 وحنجيب كان وقتها الموضة عبدالعزيز محمود يا طبعا يا سلام اه 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 حاجات كده يعني تكسل غرام اه لا ابويا كمان كان سيكرتير نادي زباط الزمالك كمان واخد بالك وحسب معرفت بعدين انه كان هو ومحمد نجيب او الرئيس الجمهورية عندنا كان في النادي برضو كانوا ضد اسماعيل شيرين باشا اه طبعا في الانتخابات الشهيرة جزء اميرة خوزية وكسب نجيب فيها بزابط انت مزبوط فكان بحكم انه سيكرتير نادي الزباط الزمالك كان بيعمله حفلات فكان صديق لمحمد عبدالوهاب وصديق سليمان بناجيب كلهم حضاينه وصديق للحجة تحيا كاريوكا وقتها ما كانتش حجة كانت تحيا كاريوكا برضو كانت تحيا كاريوكا فهما اللي حكولي بعدين مم يعني اه محمد عبدالوهاب اللي قال لي انا كنت فاحب ابوك جدا وكنا احنا الاتنين بنتنافس على المعاجبات يا السلامة مم قويس نرجع بقى انت حبيتها وانت كنت في سنة ايه ولا كنت اسا مخلص الجامعة كنت خلصت الجامعة وانا خلصت الجامعة كان عندي 19 سنة هم هو اسا مستمر كان، شاطر جد بجد منتصل بقى اقول لها خلص جامعة 19 سنة خلي بالك عافلنا؟ خلصت جامعة 19 سنة كنت شاطر كنت شاطر قاقا ولسه شاطر طبعا طبعا اللي عايز اقولهلك انه مقدرتش مقدرتش اواجههم مقدرتش اخطم الامل والامل اللي هم عايزين يعملوها ابويا يعني وبالتالي والدتي برضو فرح ابنهم فمعرفش يعني اتجوزنا وخدت شقة كنت انا قريدي بقى عندي شقة في الزمالك اول ما اتخركت من الجامعة زي ما بابك زي ما علك جاب لك الشقة بس انا خدت شقة تانية لها حسنا البواب ما يفتنشي لابوي ان في واحدة عايشة معايا فالمهم اختصارا للحدوتة دي كلها انا عايز اقولك ان نداهة الفن بالنسبالي خلتني مش شايف غير ان انا عايز امثل عايز ابقى نجم عايز اعمل افلام خلتني مش قادر اشيل مسئولية اي حاجة تانية غير تقدمي في الفن وكان تقدمي في الفن ببطء كان بيعتمد اساسا على مسلسلات الاستاذ العظيم فؤاد المهندس في رمضان اللي كان بتحول الافلام مباشرة يعني وادوار صغيرة برضو كنت باخدها في بعض الافلام اه تلاتين يوم في السجن مش عارف ايه حاجات كده بسيطة مع الاساس فريد شاوي لكن الفداه وده بندعم عليه حاليا جدا انها مقدرتش اعمل توازن ما بين الحياة العائلية وما بين الاسرة وما بين الفن وما بين الفن فضلت ده فضلت الفن وفي سبيله ما كنتش شايف حاجة تانية بعدين ندمت وبعدين تحصرت لما هي سبيتني وراحت انجلترة عشان تولد وكان عندها حق لان هي كانت قاعدة في البيت وانت طول النهار برا وانا طول النهار برا وطول الليل برا طول الليل برا يعني ما كانش عندي شغل فبحاول اوجد شغل ان انا اتعرف على مخرجينا اتعرف على منتجينا اتعرف على كده يعني من خلال العلاقات الشخصية اللي بيني وبين مثلا الاستاذ فؤادة المهندس الاستاذ فريد شاوئيل الاستاذ دول الحليم وعبد الحليم طبعا في عبد الحليم انا قابلت مصر كلها مصر فخدت ابنك ومشيت اي ما رجعتش تاني الا في زيارات بقى كده اه بعدين بقى اه بعدين مش عايز يكلم اوه الكلمتين دول خدناه منه بالعافية بالعافية بس هو عنده ثلاث احفاد دلوقتي بيجونه او هو بيرحناه وانا اقول لك سر ده ده مش سر ده في كتاب طيب خلاص ده في الكتاب انا مجبتش حاجة منعدي